حديث لا ينقطع وجدل لا يتوقف بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق تجاذبات سياسية بين مؤيدي الانسحاب الأمريكي من زاوية استقلال وسيادة العراق ومؤيدي الانسحاب من زاوية إخلاء الساحة العراقية لمزيد من توسع النفوذ الإيراني وبين رافضي الانسحاب من زاوية عجز مؤسسات الدولة في العراق عن ملء الفراغ الأمني والاستخباراتي الذي ستخلفه القوات الأمريكية في البلاد بعد انسحابها في ظل الترد الأمني وتغول الميليشيات وتنظيمة المسلحة وبين هؤلاء وهؤلاء يقف كثير من العراقيين موقف المتشكك من الأمر برمته فالموقف الأمريكي ضبابي بامتياز والحديث عن الانسحاب من العراق ليس وليد عهد بايدن وإنما سبق ذلك مع الإدارات الأمريكية السابقة ولم ينفذ على الأرض ما يرجح معه أن تكون الانباء عن سحاب مرتقب من العراق مجرد مناورة سياسية أمريكية بل ربما تكون مناورة لحكومة الكاظم التي تحاول إرضاء الميليشيات الموالية لإيران وفي نفس الوقت إرضاء الإدارة الأمريكية شبكة سي أن أن الأمريكية نقل تنباء تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع عن قرار سحب قوات بلاده من العراق مشيرة إلى أن بايدن لا يرغب في تكرار تجربة أوباما بسحب القوات الأمريكية في وقت سابق لأوانه على غرار ما حدث عام 2011 وما حدث بعدها من اختلال موازين القوى في العراق لصالح إيران والقوى الموالية لها في البلاد وبحسب ما يراه محللون فإن نتائج الحوار الاستراتيجي الذي اختتمه الكاظم مؤخرا في واشنطن مع الإدارة الأمريكية لا تتجاوز كونها إعادة تموضع أمريكية في العراق عبر تغيير شكل وجودها وتحويل قواتها من قوات قتالية إلى قوات تدريب واستشارة مراعاة للمتغيرات الإقليمية وتوازنات القوى ما يعني أن أمريكا باقية في العراق بصورة أو بأخرى ما بقيت إيران بنفوذها وميليشياتها